السلام عليكم ورحمة الله الطاعة ليست سببا في السعادة هي نفسها سعادة والمعصية ليست سببا في الشقاء هي نفسها شقاء وإن أكبر مورد لطمأنينتنا وسعادتنا وشعورنا بالسكينة هو أن نشعر أننا على الطريق القويم أن نشعر أننا نقوم بما ينبغي أن نقوم به وأن نشعر أننا ننتهي عما ينبغي أن ننتهي عنه ومن هنا فإن على السعداء أن يشرحوا لغيرهم لماذا شعروا بالسعادة ومتى يشعرون وعليهم أن ينبه الآخرين إلى الأضرار التي تصيبهم حين ينحرفون عن منهج الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر